سلام عليكم اصدقائي وحياكم الله. اليوم موضوعنا عن البوتون جروبس يعني رح نشوف كيف رح نشطل مع البوتون جروبس من خلال البوتسترابي كلاسز اللي فيها خصائص css رح تعطينا بوتون جروبس خرافية. طيب خلينا نفترض انه في عندي انا عنصر الديف وهي تسكيرته واحكي انا في عندي ثلاثة بوتون مثلا بوتون عاديات بشكل عادي يعني نشوف الطريقة الاعتيادي اول بعدين نشوف البوتون جروبس من خلال البوتستراب كلاسز. طيب هاي عندي بوتون عادي ونكتب عليه مثلا css وخلينا نحكي. اشتيام ال. وهي تسكيرته. ناخد هاي كنترول سي. صحيح. كنترول سي. كنترول في. كنترول في. ثلاثة بوتون عاديات. ونسمي مثلا. css. والثالث نسمي مثلا. java script. طيب انا هيك عملت element div وجواته ثلاثة بوتون. بالوضع الطبيعي جدا. لو باجي على المتصفح تبعي عمل refresh. بتلاقي منظرهم عادي زي هيك. لكن البوتستراب بوفر لي كلاس جميل جدا. رح يعطي منظر جمالي لمن؟ للبوتوني جروب. طيب. نيجي على البوتستراب. على دوكس. انزل تحت على الكمبوننت. انزل على. اخذنا الحلقة الماضية بوتونز. تعالي اليوم على البوتوني جروب. البوتوني جروب. اللي بوفر لي ببساطة. اللي كلاس اللي اسمه ptn-group. ptn-group. فانا رح اجي اوخذ هيك كلاس. ptn-group. بس. ctrl-c. واجعل الاديتور تبعي. واحط جوة البلوك تبع الدف التالي. شايفين؟ زي هيك. شو اللي رح يصير عندي الان؟ ركزو. الان اول حركة رح اعملها بالضبط. اني عاجي اعمل بالاديتور. او بالمتصفح تبعي. راني نشوف الفرق. طلعوا هذا قبل شفين اللي كنت عامل بطريقة اعتيادية. لكن لما استخدمت الكلاس طبع البوتوستراب الخاص بالبوتوني جروب. اعمل اول شي شال الفراغات. هاي اول تكنيك شال الفراغات. طيب انا رح اجي معاكم بعض العمليات الان على موضوع البوتوني جروب. حبي حبي. اوكي. اول شي حنيجي نعمله. طيب هذول الزرارة يعني بشكلهم التقليدي. لو بدي لو ما بدي اياهم مثلا. فانا ممكن ببساطة اشطبهم. اوكي. اشطبهم. كبلوك. انا بتكلم انا الان جوا بلوك. وفي عندي ثلاث ازرار. وباجي يا سيد العزيز على البوتوستراب. خليني يا برجع على البوتون زي ام هون على البوتوني جروب. خليني انزل اشوف. في عندك هذا الشكل. وهي الاكواد تبعوته. من نوع. طبعا عندك بوتون. والكلاس اللي فيه. نوع الزر. الى اخره. في عندي انا بحب هذا الشكل جميل جدا. لو اجيت اخدت الثلاث بوتون هذول. شايفين. اللي بلوك انا عمله. هاي كنترول سي. وجيت على الاديتور. وطلو كنترول فيه. طيب. هاي تاب. سيكونوا تحت بعض. فانا عندي بوتون بوتون. الكلاس. بتينجر. وورنينج. ساكسس. هاي اذا بتتذكروا اللي اخذناها الحلقة الماضية. لو برجع على البوت ستراب. وباجع على البوتونز. اللي هي الانواع. شايفين. دينجر. ساكسس. وورنينج. هاي انواع الازرار. اوكي. هارجع على البوت. او على البوتون. اجروب. مرجع على البوتون. اجروب. فانا اخذت يا جماعة. الثلاث الناينز هذول. وحطيتم في مين. حطيتم في الاديتور. اه تابعي. في الاديتور تابعي. وانا عمل اوتو سي. لو باجع على المتصفح. بقول له. لاحظوا الان المنظر الجمالي. اللي جاب لي. كيف صار شكلهم احلى. كيف صار شكلهم احلى. طيب. لان بدي اتحكم بحجم هاي الازرار. اللي هي. البروتوني جروب. او البوتوني جروبس. الحجم ببساطة. برجع على الاديتور. لازم اجي اكتب هون الان. جوه الدف. جوه عنصر الدف. شو ممكن انا اعمل. تعال على البوتستراب. طبعا في عندك اشكال كثير. يطلعون اشكال كثير للازرار. وهي كومنداتها. اشكال كثير للازرار. وهي كومنداتها. لاحظوا كيف. بالنسبة للازرار. بالنسبة للازرار عندي هون. في عندي انا يا اما لارج يا اما سمول. وهي يعني زي الخاصية اللي باخدها. فانا باجي باخد مثلا. البي تي ان هي اسمها بي تي ان جروب. بي تي ان داش جروب. داش. يا اما سمول. يا اما لارج. فانا مثلا. بكل بساطة. ممكن اجي اخد هون. بي تي ان داش. هذا انا اخدت الاولان. بي تي ان جروب. اللي هو تبع. البي تي ان داش جروب. بي تي ان داش جروب. داش. او جي. اللي هي ايش. لارج. هي كونترول سي. اخدتها وروحت على الادلتور تبعي. وحطيتها يا جماعهم. بعد البي تي ان داش جروب. هي كونترول في. بي تي ان داش جروب. هي كونترول في. في البلوك حطيت. ما حطيت في الازرار. حطيت في البلوك الديف. الاساس. اللي هو الوعاء. باجي انا على المتصفح تبعي. بقول له. ريفرش. لاحظوا كيف كبر حجمهم. كيف كبر حجمهم. هاي نقطة. لو برجع على الادلتور تبعي. وبشيل ال ال جي. وبحط اس ام من سمول. وباجي على البراوزر. وبعمل ريفرش للبيج. نزل حجمهم. نزل حجمهم. ليش. يعني انا هون حطيت. زي خاصية البوتوني جروب سمول. البوتوني جروب زي ما بحكوها ال جي لارج. الان برضو كمان في عندي تكنيك حلو جدا. انه ممكن. هاي الازرار. اظهرها بشكل. مش بس هوريزنتل. وهذا الحكي بجيبه انا. من صفحة طبعا البوتوني جروب. تحت. ممكن تنزل على شي اسمه. باختصار شديد. انه يظهر الازرار عندي بشكل عامودي. بشكل عامودي. والكود ببساطة. اني بعد الgt nä generally. ااجي امل داش ويرتيكول. داش. هي كونترول سي. واجي يستطيع محرر. و بعد ال devant group اقل له Large. داش. عرج hinzu لدينا بالله ارجحها. large LG فأنا ضفت هون dash vertical تعال نفت بالله هون refresh عملناهم large وعملناهم vertical فحلقة اليوم كانت خصيصا أنه نعرف لكلاس البوتسترابي اللي من خلالها بنقدر نعمل البوتون groups بطريقة احترافية الله يعطيكم العاتفة وبلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة سلام عليكم شكرا